سائل خير على كل مشاهدين دفتر احوال حلقة جديدة في وسط ظروف غريبة من مر بيها حلقة بتتزايد امور بتتطور لكل لحظة ومش كل يوم عن الاول راحين فين مش عارفين انما مؤشرات ساعات تخلينا نتشائم مؤشرات تخلينا نتفائل في حاجة كتير في تخبطات كتير دورنا ان احنا ننقل الحالة الحقيقية للمواطن زي ما الدولة بتنقلك الطريقة لتعامل بيها مع الظروف لازم احنا كمان ننقلها اسئلة كتير حتى في الظروف الحياة والمعيشة اقتصادية لانه الامر ده مهم جدا لناس مشاهدين دفتر احوال مصممين ان هم يسألوا دايما على الجزء اللي خصوهم بغض النظر على الظروف الصحية اللي احنا بنمر بيها لان دي ظروف عالمية حاجات كتير بتهم الناس من ظروفهم الاقتصادية المعيشة وطرق المعيشة هيصرف منين ايه الجهات اللي هتشتغل ايه الجهات اللي بيش قادرة بتشتغل دلوقتي اسئلة كتير بنرد على معظمها وهنرد كمان بإذن الله النهاردة يمكن جبنا اهل العلم في هذا الشأن في الرد على الامور الاقتصادية والحال الاقتصادية اللي بيتمر بيها مصر الفترة دي علشان نحاول نطمن الناس وننقل جانب شوية ايجابي في بسط ظروف كتير قوي تدعو للتشاؤم شوية حابب ارحب الاول بضيفي المهندس ايهاب اسحاء مساء الخير عليك بشكرك الاول لحضورك رب الله خليك شكرا المدير الاقليمي لجرانفس مصر الوضع الاقتصادي والازمة اللي بمر بيها مأثرة كتير قوي على حالة بتاعة المواطن المصري نفسه انه عايز يصرف عايز يعيش علي التزامات عليه امور كتير خايف منها خايف من بكرة طبعا بكرة ده في ايد ربنا شبير حب التاني حاجة وده المهم انه احنا لو قارننا الوضع الاقتصادي في مصر في دول كتير في اوروبا وفي المنطقة وفي شرق اسيا اعتقد احنا وضعنا احسب كتير من دول تانية مثال لذلك احنا مثلا الاحتياط النقدي بتاعنا فقدنا منه خمسة مليار دولار اخر شهرين بس الاخبار الكويسة النهاردة كان فيه طرح سندات المالية طرحة سندات وكان فيه طلب على سندات بمعدل اربعة واربعة من عشر يعني كل سنة فيه اربعة عايزين يشتروا فديكت حاجة كويسة جدا قيمة السنانات دي خمسة مليار فده اكيد هيعوض النقص اللي حصل في الاحتياط النقدي ده خبر كان ممتاز وده بيدي بوزيتف ميسج للسوق وفعلا ده حصل انعكاس على اداء البورسة النهاردة والبورسة النهاردة كانت بالموجب وده اكيد نتيجة خبر السنانات فيه خبر تاني برضو احدى الشركات الاجنبية اللي بتصنع تلفزيونات في مصنعها بنسويف اعلنت انها هتستسمر فيه خط انتاج جديد بـ 28 مليون دولار استثمارات في الوقت الحالي في مصر ده بيدي مسج للعالم كله ان دي منطقة امينة فيها استقرار سياسي فيها ماركت محترم فدي مسج لكل شركات الاجنبية انها تحوز بنفس الاتجاه بداية جميلة جدا جدا ومشرقة انا شايف في وجهة نظري ده اخبار انت ردعت باخبار اقتصادية مهمة جدا يفهمها قال الاقتصاد خليني عايز اشرح ده والمواطن والمشاهد يفهم هيعود عليه ده بايه يعني انت اتكلمتني فيه طرح سندات فيه استثمارات بمليارات احتياطي نقدي قل وهيتزايد بشكل تاني غير مباشر المواطن بقى هيعود عليه ده ازاي لانه الكلام الكبير ده ما بيفهموش المشاهد خليني خليني صريح لانه مش اهل الاقتصاد هو عايز يعرف هيصرف امتى او هيرجع شغله امتى هو طبعا طرح السندات ده بينعكس على اداء الجنيه المصري قدام سلة العملات فبالتالي لو النهاردة الاحتياط النقدي بتاع اي دولة بينزل ده بيأثر على سعر الجنيه قصادها وده بيخلي ان العملات الاجنبية بترتفع قصاد الجنيه وبالتالي بيحصل ان القيمة الجنيه بتقل فبالتالي كل المنتبعات بيرترفع سعرها فكون ان احنا الحكومة عندها اسرار نهتحافظ على مستوى الاحتياط النقدي عند معدل معين ده الواحده بيدي استقرار في الاسعار في السوق فده هيحسها اي مواطن بيروح يشتري اي سلعة مش هيحس بزيادة في الاسعار وده مجهود الحكومة المصرية وزرعة المالية بتشكر عليه ان هي فعلا عندها يعني النظرة مستقبلية ازاي تحافظ على استقرار العملة بالتعاون طبعا مع البنك المركزي يعني افهم من كده انه السعر الصرفي للدولار مفيهوش تزايد انه قيمة الجنيه اللي تقل ده سيطرة من الدولة مش هنقول سيطرة ان احنا في ماركت سوق مفتوح وفيه تعويم للجنيه المصري لكن هنقول ان طول ما الاحتياط النجدي مستقر عند الليبل معين مش يعني مش لازم يكون نفس الرقم طولة كل شهر بس لو هو مستقر في حدود امنة بتغطي طلباتك لغاية اكتر للنهاردة احنا عندنا الاحتياط النجدي تابعا بيغطي طلباتنا لمدة 8 شهور اعتقد اي دولة بتتخطى اكتر من 4 او 5 شهور ده معناها استقرار ده معناها سبات في قيمة العملها والله انت انت يمكن اصرت جزئية انا قريت النهاردة بس عجبني شوية يعني خليني اقول ان في بسطات او في امور ايجابية موجودة على مواقع التواصل مش كلها اشعاعات مش كلها تشاؤم كون دول كتير حوالينا زي الجزائر وتونس وا 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 تعداد اكتر من 5-6 دول فيها ملوك ورؤساء تعدادهم تقريبا 99 مليون النهاردة السيد الرئيس بيدير هو ومجلس الوزراء بيديروا دولة تعدادها لوحدها 200 مليون مواطن انهم يسيطروا على الوضع بهذه الحالة امر مبشر انا انا شايف وجهة نظري رغم كل الظروف العشوائية من المواطن خليني اكون صريح لان الدولة بتعافر هل ده ما بينقلش حالة للمواطن انه يكون ايجابي شوية احنا ما عندناش خيار تاني احنا لازم كلنا نبقى ايجابيين لازم كلنا ننتزم بالتعليمات اعتقد الصحة دي اغلى حاجة للبني ادم ولازم كلنا نحافظ عليها والحكومة لما بتصدر اي تعليمات هي من هدفها الاساس ان هي تقدر تخدم المواطن النهاردة لو حصل الانهيار في المنظومة الصحية لو الاعداد زادت بعدد كبير ده هامل مشكلة للحكومة فبالتالي مهم جدا ان احنا نساعد الحكومة انها هتخدم المواطن خليني اسألك سؤال مباشر يطمن الناس توقعتك ايه للاقتصاد المصري وللمؤسستك كتير اللي ما فتحتش هتفتح امتى الحالة هتبقى شكلها عاملة ازاي في خلال الفترة الجاي هو الاقتصاد المصري السنة دي هيبقى بوزدف يعني بالموجب لده موجب فده مقارنة بدول يعني ان هذا معدل النمو الاقتصادي في مصر كان مخطط لي ان هو السنة دي يبقى يتخطى خمسة ونصف في المية هيبقى في حدود ثلاثة في المية فستيل هو بالموجب لكن في دول كتير في المنطقة حوالينا دول حضرتها في زكرتها ودول في الخليج اغلبها بالسالب على طبيع المثال يعني هو كان مقدر الدولة والحكومة مثلا كان مقدر ان احنا هيكون في نمو خمسة ونصف في المية خمسة ونصف في المية يعني معناها انه هيفي تضفق في رأس المال والاستثمارات نمو الاقتصاد نمو اه عن السنين اللي فاتت قل ده انما موصلش للخسارة يعني مثلا لبنان مينس 12 السعودية مينس 5 دبي مينس 6 عمان مينس 10 المؤشر مهم جدا طبعا يعني رغم كل الظروف اللي احنا عايشين فيها المحيطة دي ان الحياة ايجابية برضي انا لو مش تثمر بستثمر في الخليج وعندي كل المؤشرات بتقول ان كل دول الخليج هتبقى بسالب السنة دي او السنة الجاية هنقل كل استثماراتي او جزء من استثماراتي في مصر فبالتالي كمان مش هتبقى ثلاثة هتبقى اكتر من ثلاثة انا شايف انها نتيجة يعني مبشرة ارجع تاني واسألك السؤال المهم جدا المواطن المصري يحسك ازاي بالحياة والايجابية على حياة وعلى معاشته كل ما هيجي مش تثمرين كل ما هيبقى مفتوح سؤل العمل هيبقى فيه طلبات هتقل معدلات البطالة وده اعتقد ده اللي بيحس بالمواطن المصري النهاردة مثلا السياحة اه متوقفة كخارجية طبعا النظيرة ده توقف الطيران بحالة عامة في دول العالم كله بش في مصر بس زي ما حضرتك ذكرت احنا مئة مليون النهاردة احنا بس لو ركزنا في السياحة الداخلية والحكومة دفعت السياحة الداخلية هتشغل ناس كتير في فنادق قتلات معرض للخطط ان هو ما عندوش النهاردة دخل خالص اه فالنهاردة بتعمل دخل حتى ولو بنسبة 70% لـ 80% افضل طبعا شركة شركات القطاع الاعمال تتعامل ازاي مع الازمة اللي احنا فيها الشركات لازم تبقى ملتزمة بالقوانين ملتزمة بالاجراءات الوقائية بتتخذ براءات اكتر اه العمالة بتاعتها لازم تحافظ عليها طبعا لازم مهم جدا ان هو يبقى مواضح في سوق العمل ان هو مش هيمشي عمالة ولا هيخفض مرتبات لان العمالة دي هي اغلى العاصل بشرية اه وبالتالي لازم نحافظ عليها طبعا تخلينا اسألك سؤال كده مباشرة شركات كتير جدا عالمية وقارنا اخبار النهاردة يمكن حتى شركة الاماراتية للطيران شركة الامارات للطيران قررت تسريح عمالة هل ده ما يديش حالة من القلق لشركات عندنا في مصر؟ هي قطاعات معينة واعتقد اكتر قطاعات فيها خطر هي قطاعات السياحة وقطاعات الطيران دول اكتر ده اكتر ده اكتر ضرر لكن في نهاردة لو بصنا المصانع في مصانع بتتوسع زي ما قلنا في شركة بتعمل استثمارات خط انتاج جديد في مصر طب ايه البدايل للحل لمسألة شركات القطاع السياحة عمومة؟ قطاع السياحة اعتقد احد البدايل السريعة انه هو يركز على السياحة الداخلية ده البديل ليه؟ ده البديل المؤكد وبرضو في بعض الشركات طيران وسياحة ألمانية اعلنت ان هي من واحد سبعة لو المطارات الفتحت في مصر ابتدت تحجز على رحلات في شرم الشيخ والغرداء اه بالفعل حجزوا بالفعل وقرروا قرروا لمصر اه بس هو طبعا هيبقوا متوقف على الموافقة الجنب والمصري والاجراءات الحماقية اللي هتعملها مصر والحاجات دي كلها يعني انت عايز تقولي ان قطاع السياحة ممكن يتأثر بعض شهور بس يعني اربع اثلاث شهور كتير اعتقد يعني مقارنة بمشاكل كتير وجه الكطاع السياحة قبل كده زي حادثة طيران طاعت شرم الشيخ الطائرة الروسية او عمال الارهابية من 15 او 20 سنة اعتقد المراضي لو الطيران الفتح هيبقى الظروف اسهل واسرع بكتير منها في الحسن فتخلينا اسألك سؤال برضو مباشر انا عايز تطمن اكتر للجمهور ومشاهدين باكتر احوال ومشاهدين مصر عموما انت شايف قدام شهرين هيتم شكل مصر عامل ازاي اقتصادية؟ من رأيي شخصي مصر هيبقى فيها نمو اقتصادي احنا فرملنا شوية الشهرين اللي فاتوا يمكن قطاعات العقارات هتبقى متأثرة شوية بالقرارات اللي هاتخذت ان هيوقفوا البنى في الكاهرة والمحافظات الكبرى لمدة 6 شهور بس الاعمال مستمرة في المدن الجديدة العاصمة الادارية منصورة جديدة اسمحلية جديدة اسوان جديدة دي توسعات بنائية توسعات بنائية شغلة فدي مش شواء ولا مشاريع متكملة تبقى مش بس شواء امولات ومباني ادارية ومباني سكنية فما اعتقدش هيبقى فيه تأثير كامل في قطاع العقارات بس طبعا هيتأثر بتوقف بعض الاعمال خليني استغل وجودك معايا واسألك سؤال جديد شوية على الإطار وإطار كورونا الدولة بتحارب كل الأمور اللي احنا فيها دي وبتحارب بايروس بتحارب أعداء خارجيين خليني اسألك سؤال بعيد عن الصندوق زي ما بيقوله أزمة صد النهضة والمية في مصر هل في الظروف دي ما بنفكرش فيها والدولة ما بنفكرش فيها أكيد طبعا دي أجندة مهمة جدا لأن المياه هي حياة دي صح دي أساس الحياة المية يعني المية بتخش في كل المجالات الدولة طبعا اتخذت أمور كتير إن هي تحل مشكلة سد النهضة منها المفاوضات المباشرة طبعا مع أسيوبيا وحتى الآن المفاوضات يعني زي ما بيقوله شد وجذب بس ستيل ما فيش نهائي للمفاوضات فكونينا لسه عاديين على تربية المفاوضات مع أسيوبيا والسودان دي حاجة كويسة تاني حاجة اتجاهات الدولة إن هي تتوسع فيه تحلية مية البحر النهاردة الحكومة عندها تارجة إن هي تتزود محطات تحلية مية البحر من النهاردة الكباستي بتاعتنا 700 متر مكعب في المليون متر مكعب في السنة عايزين نوصل لـ 2.3 مليار يعني أربع أضعاف الكباستي بتاعتنا في خلال خمس سنين فالنهاردة اعتمادنا كمان في المدن الساحلية والمغرفلة زي العالمين وشمال وجنوب سينة وبحر الأحمر على تحلية مية البحر ده مهم جدا وهيقلل الضغط على نهر النيل كمصادر تاني حاجة التوجه لي الزراعة بتنقيط واستخدام الطرق الحديثة الأبار ده برضو هيقلل من اعتمادنا على نهر النيل طبعا مش خطة كاملة يعني في خطة كاملة محطوطة طبعا موضوعة طبعا وانا برضو عايز اقول للناس ما تقلقوش احنا عندنا السد العالي السد العالي حاجز وراء مية تكفي مصر لو ما فيش مية جايالها خالص لمدة تلات سنين وأعتقد احنا مش هنوصل لليل انا شايف ان ده خبر اول مرة اسمعه تقريبا واول مرة حد يطمني بوجود السد العالي انه بيديني مية تكفيني استراتيجية لمدة تلات سنين انا شايف هذا المظر بالنسبالي مفاجئ اهو المشكلة ان اسيوبيا عايزة تتملى السد في خمس او ست سنين واحنا عايزين نخليني يتميلي على 17 او 15 سنين ايه دي دي كل القصة ببساطة ان احنا ما عندناش مشكلة اكتر من انه انت تتملى السد في خلال مدة زمنية قد ايه بشرط ان هو ما يتحكمش في المية توليد طاقة فاحنا ما عندناش مشكلة لكن لو يستخدم السد فيه ان هو يتحكم في المية اللي جاي المصر اعتقد هي دي هتبقى اساس المشكلة اه هي لكن انه انما ازمة المية نفسها باذن الله محلولة الموضوع محلولة بس برضو نرجع ونقول ان المواطن ادارة الدولة ادارة الدولة مش بس الدولة احنا كمواطنين علينا عبنة ان احنا نحافظ على المية ترشيد المية مهم لو بصينا للمواطن المصري كاستهلاكه في المية معدلات اعلى بكتير من دول عالمية زي اوروبا وامريكا احنا معدلات استهلاكنا عالية صح لازم نرشد المية لازم نعلم الاجيال اللي جاي انه يحافظ على نقطة المية انا شايف هي نفس المشكلة والازمة اللي بنمر بيها في كورونا هي يمكن الدولة عملت كتير يمكن نسبة 80-90% من اللي عليها واكتر انما الباقي كان على المواطن والمواطن شوية ما كانش حاسس بالمشكلة او لحد ما شاف المشكلة عمليا في حد من اهله او من جيرانه مضبوط بس احنا مش عايزين نوصل لمرحلة زي ما وصلنا وصلوا في جنوب افريقيا ان في بعض المدن ما فيهاش مية احنا مش عايزين نوصل لمرحلة بسبب سوء التعامل مع المية سوء التعامل مع المية او عدم الترشيد اه يعني في الاخر الازمة ازمة ثقافة من مواطن مهمة جدا نقول قطعات الدولة تركز على نشر الوعي ازاي نوفر في سهلاك المية اعادة معالجة المية النهار ده معالجة الصرف الصحي تاني النهار ده معالجة مية البحر التوسع في الرايب التنقيد بدل الرايب الغمر كل الحاجات دي محاصيل معينة بتستلك مية كتير بلاش نزراعها نستورد منها مثلا من دول بتعتمد على الامطار في الزراعة زي الرز يعني فيه حلول كتير حلول كتير مخوطة وموضوعة ارجع تاني واقول ازمة كورونا التعامل معها اقتصاديا الناس برضو عايزة ترجع تتطمن لكل لحظة هنقبض امتى ايا ان كان القطاعات قطاعات كتير اعلن عن بدء النشاط فيها واسمعنا انه السياحة الداخلية بنزجة 25% وقيود خلينا اسألك سؤال مباشر وانت اهل الاقتصاد يعني في مصر في قطاعات خسرت تماما وفي قطاعات كذبة وقت الازمة اللي احنا فيها ايه هي ممكن تكون القطاعات اللي كذبت من الازمة مش استغلت الازمة يعني مش عايزة تكلم عن المستغلين شوية اكثر من القطاعات الرابحة اقتصاديا بشكل يكون في يعني حزبة انه متقل لا طبعا هي اغلب القطاعات اللي كذبت قطاعات تكنولوجيا المعلومات الانترنت الاتصالات لان احنا قول اللي انا بنشتغل معزولين عن بعض الانترنت داي بنعتمد على الاتصالات دي حاجة قطاع الصناعي عنده توسعات النهاردة وفي مصانع كتير ما استغلتش لازمة سواء بتنتج مستلزمات طبية او بتنتج مستلزمات مستشفيات قطاع المستشفيات طبعا الرابح كبير على رغم طبعا بيخسر الكل بشرية عنده لو حصل قدر لها اي حاجة اصابة فيه قطاعات تانية مثلا زي المواصلات تأثرت السياحة تأثرت لكن دي اغلب قطاعات اللي هي كسبت صناعات غزائية الادوية المستشفيات ما تأثرتش خالص بالعكس ده ممكن يقول انها زادت زادت وكسب اكتر ما هو بيكسب في القامة العادية بسبب الاقبال عليه طبعا خاليني اسألك سؤال تاني انا يمكن هرهقك اسئلة انما فعلا لازم نستفيد وعايز اعرف الحالة بس اللي بمر بيها بتتعاملوا ازاي في المصانع والمشروعات الفترة دي احنا اهم حاجة عندنا الحفاظ على الكوة البشرية بتاعتنا النهاردة المهندسين بتاعنا بيروحوا يزوروا مواقع ساعات بنحتاج احنا نخليهم يزوروا بعض المواقع في فرق الصيانة لو حضرتك يعرضوا هنا صورة مثلا واضحة جدا قد ايه احنا بنحافظ على المهندسين بتاعنا ان هم بيبقوا لابسين اقناعة واقية خلينا نعرض كده من يعني فرق الصور كده اللي موجودة طريقة التعامل اللي بيتعامل بها المهندسين وال تقريب انتهى فريق الصيانة بتاع الشركة بيعمل لبعض الترمباط في احد المصانع في العاشر ورمضان دي بقى عايزة اسألك سؤال يمكن والصور معروضة كده اللابسين كمامات وجوانتيات اللي هي اللي ألزمتنا بيها الحكومة ولا ده الطبيعي عندكم في الاجراءات الاحترازية عندنا اجراءات لحماية المهندس واجراءات احترازية اضافية احنا اتخذناها من شهر او اكتر من شهر من زل ازمة كورونا عالميا في كل مهندسينا اللي بيزوروا مواقع بيبقوا لابسين نفس اللبس ده يعني الطبيعي عندكم انه سيبك يعني مش عايز ابص او اشوف السيكوريتي اللي حطه اللي هو لبس المهندس انا بتكلم على اللبس الصحي اللي هو الجوانتي الكمامة ده احنا اجراءات من الظل لأزمة كورونا اتخذناها من تاني يوم على طول اه الزامي بالنسبة لكم الزامي طب افرد المهندس ده مالبس وقالك بتخنق من الكمامة هو اكيد يعني راجل متعلم ومثقف وفاهم انه هو بيحمي نفسه وبيحمي غيره خذ بالك انا باخد منك وبشد منك الجملة اللي عزم الى المشاهد والمواطن اللي هو متعلم ومثقف ده فرض على كل مواطن انه بيكون متعلم ومثقف ويعرف ما يقزيش غيره يعني اكيد طبعا انه هو انا النهاردة لو انا موضوع متعلق بصحيتنا الواحدي بيمكن اقول انا حر لكن النهاردة انا بدور غيري فالنهاردة كمان دي حاجة انا حاسب عليها صح معانا صور تانية للطريقة التعامل موجودة دي هنا بقى في صور للتركيبات المشاريع حجم المشاريع اللي احنا اعملها شكل التركيبات دي بعض المشاريع شكلين بكل طاقة وما فيش اي مشكلة وما فيش ادنى مشكلة في التعامل وما فيش عقق من الدولة في ال ما حصلش اي توقف في المشاريع بالعكس كمان احنا بنقدم الحلول التكنولوجية الجديدة بحيث ان احنا نقدر كمان نتحكم في الترمبات من على بعد دي مسلا لوحة بتقدر تتحكم عن طريق انترنت ان انا قادر اتحكم في الترمبات ما تخليش مرتبط بالسيط ان انا روحه حاجات دي كلها مهمة جدا وده المستقبل في سوق المأولات والمشاريع مش هسألك تاني عن التعامل بتاعك وانما انت شايف القطاع الاقتصادي تان يعني تي عشرين اش زي ما قلت هو قطاع السياحة لو موضوع طيران رفع طيران اترفع والحظر تفتح ومطارات اشتغلت اعتقد في خلال شهرين لان ده الموسم السياحي واوروبا فتحوا فبالتالي ده هينعكس دول فوروبا فتحة السياحة يعني ايطاليا النهاردة الاسبوع اللي فات فرنسا جزئيا المانيا جزئيا فتدت يعني اعتقد خلال الاسبوعين احنا هنبقى عندنا الرؤية الواضحة ان احنا محتاجين نفتح المجال الجوي يعني هسألك سؤال مباشر عن مجلس الوزراء بيتعامل معاكو ازاي والوزراء بيتعامل معاكو ازاي في القطاع الاقتصادي يعني انا شايف انه شغلين بالهم والسيد الرئيس الوزراء شغل باله بكل تفصيلة يمكن حتى النهاردة لسه في زينيل ده وخلاني اسألك ده على التعامل انه النهاردة قريت خبر كان بالنسبة لي يعني فرحة في القطاع الصحي والطبي انه ألزم السيد الرئيس الوزراء ألزم المستشفيات في القطاع الخاص انه يكون ليهم حد وسقف في الطلبات من حالات الكورونا يعني النهاردة لو جاي لهم مواطن عنده كورونا كان الاول يقدر موضوع شخصي يقول له 200 ألف 300 ألف حجز 500 ألف محدش يقدر يلزمه لانه ده قطاع خاص مستشفى خاصة أطلب اللي أطلبه النهاردة لما رئيس الوزراء حتى يحجم المستشفيات الخاصة دي ويقول لهم لا فيه سقف للطلبات اذا هو مهتم بكل قطاع موجود في مصر قاليني اسألك في قطاع الاقتصادي بيهتم مجلس الوزراء بالتعامل معاك وبيزلكوا عقبات في ظل الظروف اللي احنا فيها اعتقد يعني احنا كل شغل المشاريع بالنسبة لنا مهم جدا ان هو ما يتوقفش شحن المضخات اللي بيتم من دول في أوروبا ان احنا ما تعطلش في المواني ما نتعطلش ان احنا نخلص على البضايع دي ونحنا نسلمها في المشاريع في الأوقات المحددة لها ده مهم جدا ولو وبيتقابلنا اي عقبة بنرجع للوزارة في الجمارك لانه هنرجع لهم او نرجع للإدارات المختصة وبنقدر نزلل كل العقبات يعني بالفعل الاقتصاد الاقتصادي في مصر بيهتم بكل تفاصيل رجال الأعمال هديك مثال تاني النهاردة رئيس الوزراء عدل ساعات الحزر كانت من 8 إلى 6 صباحا خليها 5 صباحا لا خليني اسأل في التعديل ده أثر على المواطن ازاي وعلى القطاع الاقتصادي خليني أخد فاصل وأرجع تاني بمعلومات تفيد المواطن ونعرف قدام أثر على القطاع الاقتصادي في مصر خليني أرجع فاصل وبقول لكل مشاهدين دفتر أحوال تابعونا واستنونا هنرجع فاصل نرجع لكم مرة تانية رجعنا لكم مرة تانية مشاهدين دفتر أحوال ومشاهدين قناة صح وجمال واللي بيحصل واللي بيدور في الوطن العربي والشعب المصري بيتعامل ازاي مع أزمة كورونا اقتصاديا صحيا ازاي تأثرنا كان في آخر كلام المهام سيئة بإسحاء عايزة أقول الخبير الاقتصادي ومدير إقليمي لجرامفوس مصر كلمتنا بجزئية مهمة جدا وهي تعامل الحكومة حتى في ساعات الحظر أستكمل الجزئية دي لأنها مهمة جدا بالنسبة لي أعرف تفسيرها وليه ساعات الحظر اتغيرت النهاردة الحكومة أعلنوا أن الحظر هينتهي خمسة صباحا بدل ستة صباحا وده بناء على طلب رجال الأعمال المستثمرين اللي عندهم مصانع في العشر مرابنان وستة أكتوبر يبقى صعب جدا أنه هو يبتدي يتحرك من ستة ينقل عمال وقتما العامل يوصل لمصنع ستة سبعة سبعة ونص ثمانية بيفكت جزء من الوردية الصباحية فده ده طبعا رسالة واضحة جدا قد إيه الحكومة بتهتم بالقطاع الخاص قد إيه الحكومة بتهتم بالمواطن وبتدرس الصالح العام وما بيكسفوش يقوله إن لا إحنا ممكن نعدل وبنعدل يعني هي سمع لرجل الأعمال وبتسمع له وبتزلله العقبات زي ما بتقول إنها حتى الساعة اللي هتفرق معاه دي في نطاق العمل عدلتها بتعدلت في يوم واحد بشتعدلت مثلا في الدراسة المطولة يعني أنت شايف إنه في شفافية بنسبة كام في المية من الحكومة للشعب المصري والمواطن أقدر أقول إنها تتخطى 95% وده طبعا ممتاز النهاردة في مثال آخر النهاردة أول يوم الحكومة تعلن المحافظات اللي متضررة بكورونا وعدد الحالات فعليا في كل محافظة كان العدد التوتال بيطلع كل يوم بننتظره زي دلوقتي لكن النهاردة أول يوم يتم إعلان إن فيه ستة أو سبع محافظات هما اللي فيهم الكورونا أكتر يعني حتى المعدل ده ما كانش بيتم الإعلان عنه إنه الأعلى كسافة الأقل في المحافظات لا إحنا بنسمع عدد وخلاص عدد في مصر توتل النهاردة النهاردة أول يوم الحكومة تعلن إن الكاهرة أعلى محافظة وراها اسكندرية وراها وراها الجيزة وراها اسكندرية الجيزة اسكندرية المنوفية اليوبية اليوبية الفيوم البحيرة وسكندرية ده أثر علينا إحنا بيفيدنا بإيه طبعا أثر أول حاجة بند الشفافية بقى واضح يعني ده كان طلب أصلا ومطلب شعبي لا بس على الأقل النهاردة أنا عايش في الكاهرة وعارف إن أعلى حالات في الكاهرة فهياخد حرص إضافي آه هو بيديني احتياطاتي بيقول لي أنت من الناس الموبوءة أو الأكثر وباء مثلا أو في خطورة أعلى أعلى عليك أنا النهاردة عندي شغل في أسوان وخايف أسافر عشان فيه كورونا النهاردة معرف إن أسوان أقل حالات مثلا أو شمال سينة أو جنوب سينة فمش خايف مش متوتر آه بالزبطة أو سياحة داخلية أصدق أستثمر أو يبقى عندي سياحة داخلية مثلا يعني يعني على الأقل العنصر الشفافية والوضوح بقى يحذر المواطن من المناطق اللي ممكن يبقى فيها خطر عالي والمناطق اللي ممكن يبقى فيها الأمور الطبيعية أو شفة طبيعية فمبقاش الخوف والهلع عند كل الناس النهاردة وزارة الصحة أعلنت إنه الحالات النهاردة اللي أعلنتها وزارة الصحة 1036 انت شايف إنه الرقم يعني الرقم كبير وبيكبر شوية ما هو إحنا يعني ما نقدرش نتوقع اللي جاي الرقم قد إيه لكن المهم بالنسبة لنا عدد الوفيات وإيه عدد الحالات بتخفى قد إيه ما هو برضو ضمن الإعلان النهاردة من نوزار الصحة 46 حالات رفاية النهاردة الرقم ده نعلم إنه تزاود والفترة الجاية بسبب يمكن حتى كان فيه إعلان من نوزارة الصحة إنه كان تأثير بنسبة كبيرة جدا بسبب التقوص اللي اتعامل بيها المصريين في رمضان والعيد رغم القيود اللي عليهم إلا إنه في المناطق الشعبية وفي الأرياف كانوا بيتعاملوا بكل سهولة ولا فارق معاهم حظر يعني طول بلقطاع الطبي قادر يخدم الأعداد دي إحنا مانداش مشكلة مشكلة أساسية لو حصل إن الأعداد تزيد كان فيه متحدث من نوزارة الصحة مبارح وقال إن 85 المستشفيات بكباستي 85 في المئة دلوقتي فده برضو ستيل موصلناش للـ 100 في مئة فول كباستي وحتى لوصلنا للـ 100 في مئة ما فيه ناس برضو بتخف وبتطلع وبتخرج وبعد كده 1500 مقررة بدولة زي الهند 8000 النهاردة أو البرازيل 20 ألف أو أمريكا حاجة و20 ألف يعني مش هنقول إنه هو رقم حلو آه فيه دول أقل لكن مثلا دولة الخليج جنبنا السعودية آخر أصدك إنه حالة الزعر ما توصلناش قوي يكفي فقط إن إحنا نتعامل بحرص ونلتزم بالقيود اللي حطتها لنا وزارة الصحة ومجلس الوزن دي أهم حاجة النهاردة دولة زي إيطاليا قعدت أكثر من شهر الحالات فيها بتتخطر لـ 8000 كل يوم 8000؟ كل يوم يوميا لمدة قد إيه؟ شهر لمدة شهر إنت شايف من وجهة نظرك بعيد عن عن كونك رجل الاقتصاد الأزمة توصل لحد إنت أو يعني ده سؤال صعب آه بإدراء سؤال صعب آه يعني أنا ولا خبير في الشؤون الصحية ولا في لا أنا قصدي يعني طبعا ولا حضرتك ولا أنا من المجال الطبي اللي يقول ده بس أنا قصدي بالنظرة من بداية الأمر في كورونا إلى الآن إن التزايد الحالات ونقصانها يوميا هي متسلسلة ومنظومة فكل واحد بيعدي كم واحد وهكذا صح إن الدائرة كبرت غزب العننا بسبب عشوائية من بعض الناس فإحنا لقوا التزامنا بالكرارات ويتباعوا الاجتماعي وكل واحد محافظ على نفسه وعلى أسرته وما فيش اختلاط لفترة اللي هي حضنت الفيروس اللي هي تقريبا 14 يوم أعتقد العداد هفك إن إحنا بإذن الله في خلال 14 يوم اللي جايين ينزل المعدل خلال 10 تيام لقدم فيه أربع تيام العداد فيهم بتتزايد تتزايد يعني بإذن الله هم عنق الزجاجة يا رب بإذن الله يسلم مصر ويسلم كل أهالي مصر وقطاع الطبي اللي تعبان قطاع الطبي تعبان قوي يعني بصراحة هم جنود أبطال فعلا جيش لما قطلق عليهم جيش مصر الأبيض فعلا كان اسم على مسمى بتتعاملوا مع القطاعات الطبية في المستشفيات في المشروعات طبعا أغلى المستشفيات اللي في مصر لكن فيها ترومبات جروف طب بتتعاملوا إزاي بتختلطوا مع المجال الطبي وبتتعاملوا مع المستشفيات قبل التأسيس قبل ما تشتغل بقى طبعا طب في حالة وجود مشروع مثلا مستشفى شغالة طلبة حاجة بتتعاملوا فيها في ظل أحداث الكورونا دي أو لا؟ إحنا بندي أولوية قصوة لمستشفيات مش بس في مصر على مستوى العالم قطاع الطبي أنتوا مهتمين جرانفوس مثلا مثال جرانفوس الصين ساعدت مستشفى اللي اتعملت في ست أيام إن هي وردت فيها ترومبات في ست أيام مصر بتعمل مستشفيات الفترة دي؟ إحنا قريدي عندنا أكتر من 40 أو 45 مستشفى كانوا خلال السنة والسنة المصر اللي فاتوا لا خليني أسألك من وقت قزمة كورونا بنسمع إن في مستشفيات في مشاريع كتير ومستشفيات عزل بالتالي لا إحنا الوقت شغالين في أكتر من 7 أو 8 مشاريع مستشفيات وأغلبهم في الصيد دولة شغالة كتير قوي في القطاع الطبي صح؟ أخذ بالك أنا يمكن بأخذ من المهندسة معلومات حصرية أطمم بيها المواطن لأنه برضو المواطن حاس بحالة زعر حاس بحالة إنه للأسف المواقع التواصل الاجتماعي بتوصل لك حالة سلبية كومنتات وكوميكسات ترياءة وبوستات ومنشورات فيها سخرية فبتوصل لك حالة سلبية خليني أتكلم من أهل العلم الدولة مهتمة بالقطاع الطبي ولا لأ في تأسيس المستشفيات مهتمة جدا مش بس تأسيس مستشفيات جديدة وكمان رفع كفاءة كل المستشفيات لدينا آه يعني الطاقة الاستعابية للمستشفى نفسها بيخليها تختلف ورفع الكفاءة نفسها في المعدات في الفرش بتاعها في التوضيب في أجهزة التكيف في غرف العمليات حاجات دي كلها حصلت ده شيء مكلف جدا للدولة طبعا يعني أرقام مهولة ورغم ده ما تأثرش الاقتصاد المصري قاليني أسألك ليه ليه بأسألك السؤال ده لأنه ده قطاع بالنسبة للمستشفيات الحكومية بيكلف الدولة ومتاخدش منه عائد لا وطبعا في ظل منظومة التأمين الصحي الجديدة هيبقى في عائد محترم للمستشفيات وهتقدر الحكومة أنها ترفع مستوى الخدمة لأنها هيبقى في عائد برضو النهاردة التأمين الصحي على المواطن قد يكلف الدولة مثلا ألف جنيه مثلا على المواطن وبتدفع المواطن متنجلي ما هو برضو النهاردة بيبقى فيه جزائية بتتحملها الدولة مش كل المواطنين هيروحوا للمستشفى صح صح يعني النهاردة توجهات السيد الرئيس كنت أنا بتفرج على الافتتاح بتاع بشاري الخير قال نحافظ على نفسنا نلعب رياضة نحافظ على أكلنا النهاردة حملة الميت مليون قضى على الفيروس التهاب الكابدي ده كان بيناس بوفيات عالية صح فدي دولة عايزة تحافظ على الناس بتاعها على صحة المواطنين وبالتالي مش عايزة روح المستشفى هو عايز يبعده بطرق سليمة وسوية خب بالك لما أنت يعني أنت يعني أنا شفت ده كمان بعيني لما سيد الرئيس يتكلم بنفسه عن صحة المواطن وصوقفته في أنه يتعامل مع صحته إزاي خب بالك أنك تاخد ده قدوة طوى فكرة أن المواطن نفسه يكون عنده وسائل ثقافة نفسية أنه يكون راجل رياضي أو غيره ده بيفرق كتير قوي على الدولة طبعا أنه بيقل الحمل عليها شاية المواطن بيتعامل صحة أو غلط مع الكرون يعني نقدر نقول بالنسبة 40% المواطنين بيتعاملوا باحترافية نقول 20% بيتعاملوا بوسطية والباقي لا مبالاة عشان نكون يعني صادق صادق مع نفسي ويمكن ده اللي وصلني للأعداد الكبيرة هو القطاع اللي اتعامل بلا مبالاة وممكن نقول إن اللا مبالاة ده ممكن ملقاش حد يدي له الوعي بتاعه محدش نبهه محدش ودهه لا لا أنا أختلف معاك أختلف معاك في ده لأنه يتنبه ووسائل الإعلام اتكلمت قطاعات الدولة كلها ومؤسساتها اتكلمت إنما هو تعمد يقفل ودنه بثقافته أو ممكن مش متخيل حجم الخطر ودي قلت ثقافة برد ممكن معتقد إنه هو هياعي دور برد عادي ويشخن ياخد ما هي دي قلت ثقافة برد مرش أيضا ليه ياخد أي مدار حياة خليني أقوله يعني كلنا في الأول خدنا الأمر بواقع إنه هو موجة وهتعدي ومش حسين التفتنا بواقع إنه إحنا بنهتم بإن نعرف الأخبار إنما إنه يكون عندك لا مبالاة والدولة كلها مؤسستها بتساعدك إحساس صادق طبعا طبعا لكن طبعا العالم كله بيجري إنه هو يلاقي علاج للفيروس طبعا كل حاجة في إيد ربنا أكيد كل واحد طبعا لكل أجل الكتاب كل واحد هيعمل اللي عليه وربنا هو اللي هيحمينا في الأخب عندكم مشروعات كتير بكتير في مصر الفترة جاءة؟ عندنا مشروعات كتير خاصة في العاصمة الإدارية وفي العالمين وزي ما ذكرت برضه مستشفيات كتير في جنوب السعيد ده في الأسيوت وإسوهاج وفي المينيا وأسوان مستشفيات للدولة نفسها؟ مستشفيات دولة سواء مستشفيات جديدة أو حكومية مستشفيات حكومية يعني قطاع حكومي يهتم بقطاع الصحة فيه توسعات في المصانع بخصوص العاصمة الإدارية يمكن لفت انتباهي العاصمة الإدارية بخصوص حداثة الكورونا ده الوضع فيها عمل إزاي؟ وهل توقف العمل؟ ولا لسه مستشفيات؟ ده العمل لم يتوقف العاصمة الإدارية بالعكس ده فيه إصرار وتحدي من كل شركات المقاولات هناك إن هي تخلص في الوقت وعلى الرغم إن هم عندهم ممكن يقول حجة يعتمدوا عليها إن هو يقول لا أنا بسبب الكورونا حصل تأخير حصل حصل لا الشركات دي مصرة إن هي تلتزم بالجدول الزمني ولو كان حصل فيه تأخيرها بتحاول تعوضه في الفترة اللي جاي بيتولى أمر التعامل مع الشركات القطاع العسكري أو الشركات الجيش ولا شركات حكومية ولا الوزارات؟ لا فيه شركات قطاع خاص فيه شركات المقاولية العرب شغالين بتوسع فيه شركات كتير وأعتقد قطاع الهندسي في القوات المسلحة بيشرف الهيئة الهندسية بتشرف على المشاريع وإن هي بتتابع بس المعدات الزمانية ولا فيه مشروع واحد توقف أو تأخر مش هنقول ولا مشروع توقف بس أنا أقول 95% مشاريع شغالة بنفس الجدول الزمانية بالعكس أنا شايف في العالمين كل أسبوع فيه تطور الناس شغال 24 ساعة في المشاريع في مدينة العالمين كمان؟ في مدينة العالمين الجديدة اللي هي في الساحل الشمالي النهضة الأبراج خلاص قربة تتشطب يعني أنت شايف أنه تشتغل إمتى من إنت العالمين والعاصمة الإدارية تشتغل إمتى؟ أعتقد العاصمة الإدارية ممكن هتبقى في بداية العام القادم كان مخطط لها أن هي في النص لهذا العام يعني ممكن خلال شهر أو شهرين يبتدي أن تعال لكن هي طبعاً حصل دلي بسيط جداً في بداية العام القادم وأعتقد العالمين في الصيف اللي جاي هتبقى جزء كبير منها أو يعني نقول 30% منها خلاصة ربما حضرتك دي مدن ودي محافظات ودي عواصم إدارية يعني دولة جوا الدولة تم بناء دولة جوا الدولة تقريباً يعني إحنا مدينة العالمين دي مش هتبقى مدينة سياحية دي مدينة متكملة فيها مصانع فيها مباني إدارية فيها جامعات فيها مستشفيات وأعتقد أن دي هتبقى كمان زي سكندرية كده هتبقى السنتر لساحة الشمالية يعني الدولة يعني تعدت الخيال في أنها تبني محافظتين تقريباً في بضع سنوات أو في أقل من بضع سنوات مش بس دول ما فيه كمان المنصورة الجديدة يعني برضو حاجة واحدة محافظات محافظات كاملة تحيس إن محافظة كاملة أو زي ما قلت حضرتك هو إحنا عاديين على 8% من مساحة مصر عايزين نفت شوية نوسع شوية والتوسع أجيب بلا عشوائية يمكن اللي أسمعه أنا ما شفتش بنفسي إنما أسمع إنه فيه مخطط فيه نقطة مهمة جداً أحب أوضحها لحضرتك النهاردة إحنا بنتوسع في مدن جديدة بس لسه في بالنا المدن القديمة الكاهرة اللي بنبني مثلاً مسلس ماسبير وبنعيد إنشاؤه كباري في الكاهرة نفسها فهنا بنتوسع وبنزبط إلى دين فدي حاجة كويسة طبعاً لازم نستمر عليها صعب أو إنه خليني أقول بصراحة يمكن ده اللي عايز أقول للمواطن إنه إنك تيجي تورس عشوائيات أمر صعب أو إنك تزيل العشوائيات اللي أنت ورستها وتجدد وتفتح مشابيع جددة عاطب كبير جداً جداً على الحكومة وعلى رئيس الدولة ورئيس مؤسستها أزمة كبيرة جداً إنك تورس ومصمم على اللفظ ده إنك ورست عشوائية وعدم نظام التعامل معاه شايفه بنسبة كم في المية نجح؟ أنا هقول مية في المية لإن إحنا شفنا على أرض الواقع اللي تنفس شفنا الأصمارات واحد واثنين وثلاثة بشاير الخير لما سيد رئيس قال أنا هقضي على العشوائيات أنا أؤكد لك النهار ده أن الراجل ده صادق وهيبدع على العشوائيات راجل صادق بختم بيها حواري مع المهندس إياب إسحاء أشكرك الخبير الإقتصادي والمدير الإقليمي لجرامبوس مصر نهية الحوار بكلمة جميلة أنه يكفي أن يكون رئيس الدولة راجل صادق صادق قولا وفعلا دي تفرق معانا نفسيا إحساس بالطمأنينة طبعا يا رب بإذن الله كل مصر تتطمن تحس بالأمان طبيا صحيا لأنه النهاردة لا صوت يعلو فوق صوت كورونا كلنا خايفين كلنا متوترين إن شاء الله هتمر الأزمة دي على خير بس بشرط إزاي تتعامل؟ إزاي تمشي وراء الطرق اللي حطتها الحكومة ومجلس الوزرة ووزارة الصحة إنك تتعامل مع الوضع كفاية لا مبالاة كفاية عشوائية كفاية تقز غيرك كفاية إنك لو عندك مرض تمرض غيرك تقول ليه في بعض اللي عنده عشوائية مع نفسه يبعد عن الباقي ربنا يسلم مصر ويسلم أهلها ويسلم شعبها يا رب ويوديه البر الأمان منتظر ومتفائل بإذن الله تعدي الأزمة على خير أيام معدودة بضعة أيام وتعدي الأزمة وإن شاء الله هتشوفوا إن أنا صادق وإن رؤيتي أو توقعي بإذن الله في محله يا رب أأمل في ده بإذن الله إن احنا نعدي الأزمة مصر محفوظة وأهلها محفوظين إلى يوم الدين بإذن الله بشكر كل مشاهدين دفتر أحوال وبعتذر عن عدم تلقية الصلاة لإن كنت محتاجة أخذ معلومات كتيرة جدا من المهندس إيها بإسحاء بشكر المهندس إيها بإسحاء وبقول لك بشكرك على كل المعلومات القيمة اللي بتهلنا وتوعدنا إن يكون فيه عندنا الجديد مع كل نمو اقتصاد بإذن الله وأشكرك جدا عن تحت الفرصة بشكر كل مشاهديننا وبقول لكم لقاء يتجدد مع دفتر أحوال الأسبوع الجاي دفتر أحوال هي صفحة دفتر أحوال على الفيسبوك بالعربي دفتر أحوال أرقمنا موجودة طوال الأسبوع أرقمنا موجودة على الصفحة عندنا أي شكاوي أي استفسارات أي مساعدات موجودين أراكم الأسبوع الجاي والسلام عليكم ورحمة الله